اختتم رئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة حيث شارك خلالها في مؤتمر دبي للمناكب 28 وعقد عددا من اللقاءات مع الزعماء والمسؤولين على هامشها لبحث العلاقات التنائية والقضايا الإقليمية والدولية كما شارك رئيس السيسي في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة تقدم رئيس السيسي بالتهنئة إلى شقيقه رئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زيد وتمنيا للامارات وشعبها الشقيق كل التقدم والاستهار على مدار يومين شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب ثمانية وعشرين وتأتي مشاركة السيد الرئيس بقمة المناخ تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زيد آل انهيان رئيس دولة الامارات وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تدعيات التغيرات المناخية هم يتطلب منا ققيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خلوك مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة كما أقم السيد رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء تكريما للسيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر وعلى همش المؤتمر تضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى دبي عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات وذلك للتباحث حول دفاء أطر التعاون الثنائي كذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما شارك السيد الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دبي عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن